يبقى موضوع الاستثمار وموضوع العوائل المتعففة العوائل المتعففة الدولة مسؤولة عن بناءهم وحدات سكنية بالمجان اللي تحت خط الفقر انه الحكومات المفروض وفق المواد الدستورية وفق الالتزام العقدي بين المواطن والحكومة انه الدولة تبني لها وحدة سكنية تبنحها بالمجان متواضعة ولكن مثلا بيوت واطئة الكلف عايش كريم بها مدرسة وبها مستوصف وبها خدمات وإلى آخره وموضوع الاستثمار اللي هو تنذهب به إلى المطور العقاري اللي هو يتكفل بالبناء التحتية هذا الموديل المفروض نتمنى احنا كدولة عراقية طبعا هاي الرؤية واضحة جدا أمام رئيس وزراءة وده يعمل عليها من خلال ما متوفر فرزوا بالنهروان أراضي الحكومة ورح تمنح للطبقة الفقيرة من خلال منعهم وحدة سكنية ومنحوا هذه المدن الخمسة الاستثمارية من خلال لخمس محافظات بقى موضوع الإفراز الحكومي لحد الآن مرى النور ووزير الإسكان يمتلك خبرة ويمتلك يعني مهنية عالية وهو نشط بهذا القطاع وده يعمل على هذا الأساس وأكثر من اجتماعك نتحاضر أنه هو يعني قادر على تنفيذ وعنده ثقة مطلقة عندنا ثقة مطلقة بوزير الإسكان أنه هو يقدر ينفذ هذا الموضوع لكن تبقى موضوع الأموال ويبقى موضوع التخطيط الاستراتيجي من قفل وزارة التخطيط ترجمة نانسي قنقر